اسم الدرس أطرح بالزيادة اثنان أولاً زينب تفكر في شراء مجموعة صور الهادي يفكر في شراء دوامة سامي يفكر في شراء مجموعة كجات يملك كل طفل من الأطفال الثلاثة 875 مليم الثمن القديم مقدار التخفيض الثمن الجديد دوامة 950 مليم 80 مليم مجموعة كجات 965 مليم 95 مليم مجموعة صور 945 مليم 75 مليم الثمن القديم هو الثمن الأصلي للبضاعة مقدار التخفيض هو المقدار المالي الذي يتم طرحه من الثمن الأصلي للبضاعة الثمن الجديد هو المقدار المالي الذي يدفعه المشتري بعد التخفيض ألف هل يمكن أن يقتني كل طفل ما يرغب في شرائه؟ الإجابة نعم بعض التخفيض يمكن لكل طفل أن يقتني ما يرغب في شرائه باء كيف توصلت إلى إنجاز العمليات الحسابية؟ الإجابة توصلت إلى إنجاز العمليات الحسابية عن طريق حساب الثمن الجديد في كل مرة ومقارنته بالمبلغ الذي يملكه كل طفل حساب الثمن الجديد لي الدوامة الثمن القديم ناقص مقدار التخفيض تسعمائة وخمسون ناقص ثمانون يساوي ثمانمائة وسبعين مليم تسعمائة وخمسون إلا ثمانون سفر إلا سفر يساوي سفر خمسة إلا ثمانية لا يمكن فأستعير واحد من منزلة المئات خمسة عشر إلا ثمانية يساوي سبعة تسعة إلا واحد يساوي ثمانية إذن تكون النتيجة ثمانمائة وسبعون مجموعة الكجات الثمن القديم ناقص مقدار التخفيض تسعمائة وخمسة وستون ناقص خمسة وتسعون يساوي ثمانمائة وسبعون مليم تسعمائة وخمسة وستون إلا خمسة وتسعون خمسة إلا خمسة يساوي سفر ستة إلا تسعة لا يمكن فأستعير واحد من منزلة المئات ستة عشر إلا تسعة يساوي سبعة تسعة إلا واحد يساوي ثمانية إذن تكون النتيجة ثمانمائة وسبعون مجموعة الصور الثمن القديم ناقص مقدار التخفيض تسعمائة وخمسة واربعون ناقص خمسة وسبعون يساوي ثمانمائة وسبعين مليم تسعمائة وخمسة واربعون إلا خمسة وسبعون خمسة إلا خمسة يساوي سفر أربعة إلا سبعة لا يمكن فأستعير واحد من منزلة المئات أربعة عشر إلا سبعة يساوي سبعة تسعة إلا واحد يساوي ثمانية إذن تكون النتيجة 870 نلاحظ أن الثمن الجديد للبضاعات الثلاثة الدوامة مجموعة الكجات ومجموعة الصور يساوي 870 مليم وأن كل طفل يملك 875 مليم إذن بإمكان كل منهم اقتناء ما يريد شرائه ثانياً ألف أتم الكتابات التالية سبعة وثلاثون ثلاثة وستون ناقص ستة وعشرون ستة وستون ناقص ناقص ثلاثون أربعة وستون ناقص تسعة وعشرون إثنان وسبعون ناقص ثلاثة وأربعون سبعون ناقص ناقص ثمانية وأربعون تسعة وستون ناقص الإجابة سبعة وثلاثون يساوي ثلاثة وستين ناقص ستة وعشرين سبعة وثلاثون يساوي ستة وستين ناقص أي العدد الناقص يساوي ستة وستين ناقص سبعة وثلاثين يساوي تسعة وعشرين ستة وستون إلا سبعة وثلاثون ستة إلا سبعة لا يمكن فأستعير واحد من منزلة العشرات ستة عشر إلا سبعة يساوي تسعة ستة إلا أربعة يساوي اثنين إذن تكون النتيجة تسعة وعشرون سبعة وثلاثون يساوي ناقص ثلاثين أي العدد الناقص يساوي سبعة وثلاثين زائد ثلاثين يساوي سبعة وستين سبعة وثلاثون مع ثلاثون سبعة مع صفر يساوي سبعة ثلاثة مع ثلاثة يساوي ستة إذن تكون النتيجة سبعة وستون سبعة وثلاثون يساوي أربعة وستين ناقص أي العدد الناقص يساوي أربعة وستين ناقص سبعة وثلاثين يساوي سبعة وعشرين أربعة وستون إلا سبعة وثلاثون أربعة إلا سبعة لا يمكن فأستعير واحد من منزلة العشرات أربعة عشر إلا سبعة يساوي سبعة ستة إلا أربعة يساوي اثنين إذن تكون النتيجة سبعة وعشرون تسعة وعشرون يساوي اثنين وسبعين إلا ثلاثة وأربعين تسعة وعشرون يساوي سبعين ناقص أي العدد الناقص يساوي سبعين ناقص تسعة وعشرين يساوي واحد وأربعين تسعة وعشرون يساوي ناقص ثمانية وأربعين أي العدد الناقص يساوي تسعة وعشرين زائد ثمانية وأربعين يساوي سبعة وسبعين 29 يساوي 69 ناقص أي العدد الناقص يساوي 69 ناقص 29 يساوي 40 69 إلى 29 9 إلى 9 يساوي 0 6 إلى 2 يساوي 4 إذن تكون النتيجة 40 37 63 ناقص 26 66 ناقص 29 67 ناقص 30 64 ناقص 27 29 72 ناقص 43 70 ناقص 41 77 ناقص 48 69 ناقص 40 باء ألون بالأصفر في كل مجموعة الكتابة التي تمكنني من حساب الفرق بيسر الإجابة 37 37 63 ناقص 26 66 ناقص 29 67 ناقص 30 64 ناقص 27 29 72 ناقص 42 72 ناقص 43 70 ناقص 41 77 ناقص 48 69 ناقص 40 ثالثاً أنجز كل عملية بعد أن أزيد نفس العدد إلى حديها الإجابة نلاحظ أننا قد أضفنا ثلاثة للعدد 37 لذا يجب زيادة الثلاثة للعدد 74 أيضاً لنحافظ على نفس النتيجة 74 إلى 37 أبدأ بمنزلة الأحد فأقول 4 إلى 7 لا يمكن فأستعير واحد من منزلة العشرات 14 إلى 7 يساوي 7 ثم أنتقل إلى منزلة العشرات 7 إلى 4 يساوي 3 نضيف 3 إلى حدي العملية سنتحصل على 77 إلى 40 يساوي 7 إلى 0 يساوي 7 7 إلى 4 يساوي 3 إذن تكون النتيجة 37 نضيف العدد 5 إلى حدي العملية الحسابية التالية 82 إلى 45 أبدأ بمنزلة الأحد فأقول 2 إلى 5 لا يمكن فأستعير واحد من منزلة العشرات 12 إلى 5 يساوي 7 ثم أنتقل إلى منزلة العشرات 8 إلى 5 يساوي 3 نضيف 5 إلى حدي العملية سنتحصل على 87 إلى 50 7 إلى 0 يساوي 7 8 إلى 5 يساوي 3 إذن تكون النتيجة 37 8 إلى 5 يساوي 3 شكرا